تركيا دولة قانون ومرتكبوا الاعتداءات الدنيئة ضد الضيوف سينالون العقاب اللازم تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تصاعد وثيرة حوادث الاعتداءات العنصرية ضد العرب في تركيا تصريحات للرئيس هي الثرثة خلال أقل من شهر ما يحيب أهمية المسألة وتداعياتها على البلاد أردوغان وخلال كلمته ضمن أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد أن تركيا تأثرت بما وصفه وباء العنصرية الذي ينتشر بسرعة في الدول الأوروبية التي تسوق نفسها على أنها مهد الحضارة وفق تعبيره مؤكدا أن بلاده فيها ممثلين لذلك التيار الذي يسعى لنشر كراهية الأجانب في الغرب ومشددا بالقول إن ألغام العنصرية هذه لن تنفجر في تركيا الاعتداءات المتكررة ضد العربي في تركيا اتسعمداها في الأوينة الأخيرة لتشمل عددا أكبر من الولايات التركية بعد ما كانت تتركز في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأمقرة كما تحولت إلى نوعا من الفوضى يستهدف ليس فقط كل من له ملامح عربية ولو كان بريطانيا ولكن يستهدف كذلك كل ذي هيئة إسلامية ولو كان مواطنا تركيا فاعتد المعتدون على نساء تركيات لأنهن يرتدين الحجاب وعلى شباب أتراك لأنهم يلبسون ملابس طلبة المدارس الدينية ليكشف دعاة الكراهية عن وجه أكثر قبحا بحسب وصف ناشطين أتراك وجه لا يعادل عرب كعرب وإنما يعادل إسلام ومظاهره في المجتمع التركي وبالتزامن مع تصريحات أردوغان الأخيرة بدأت أجهزة الأمن حملات اعتقال ضد مروجي خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي كما بدأت حملات إعلامية يقودها صحفيون ومثقفون وناشطون أتراك للتوعية بخطورة العنصرية وتدعيتها السلبية على الاقتصاد التركي الذي يعتمد على السياحة كمورد مهم ضمن موارد الدخل القومي وكذلك التأثيرات السلبية على صورة تركيا وعلاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي اشتركوا في القناة